أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجي عباس عرقجي سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد في زيارة سيلتقي خلالها بنظيره العراقي فؤاد حسين وعدد من المسؤولين العراقيين البارزين وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي سيتوجه بعدها إلى القاهرة حاملا معه رسالة مكتوبة من الرئيس مسعود بازاشكيان قالت سيئن أن إن إيران انخرطت في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط في محاولة لتقليص نطاق الرد الإسرائيلي أو حتى بالمساعدة في حماية طهران وأضافت الشبكة أن قلق تهران ينبع من عدم ثقتها بقدرة واشنطن على إقناع إسرائيل بعدم ضرب المواقع النووية والمنشآت النفطية الإيرانية وبينما تواصل إسرائيل ممارسة سياسة الغموض بالنسبة إلى موعد الضربة وأهدافها نقلت سيئن أن عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدما نافى مسؤول عسكري أمريكي للعربية إنجليش اتخاذ إدارة بايدن قرارا نهائيا بشأن إرسال منظومة الثاد للدفاع الجوي إلى إسرائيل قائلا إنه لا قرار اتخذ حول هذا الأمر بعد وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إنه لأول مرة سيتم نشر بطريات دفاع جوي أمريكية في إسرائيل في إطار الاستعدادات للرد الإيراني المتوقع بعد رد إسرائيل وبدورها قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن الولايات المتحدة قررت على الفور نقل بطريات دفاع جوي إلى إسرائيل للمساعدة في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية وأعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجي عباس عرقجي سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد في زيارة سيلتقي خلالها بنظيره العراقي فؤاد إحسان وعدد من المسؤولين العراقيين البارزين لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي سيتوجه بعدها إلى القاهرة حاملا معه رسالة مكتوبة من الرئيس مسعود بازاشكيان مكتوبة من الرئيس مسعود بازاشكيان